الحضارة الفرعونية التيمة دي ثرية جدا وغنية جدا في مصر أيضا كان فيه أكتر من عمل بتناول هذا الموضوع وكتير من الأعمال اتكلمت على لعنة الفرعونة وهي اللي بيقال يعني أن هي مش عارفين بقى احنا عرف من دفنا نهاردة إذا كانت هي أسطورة ولا حقيقة بس إن أي حد بيبتدي يتجول أو يغوص شوية ويعرف أو يحب يستكشف أكتر عن أسرار معينة ثواء بالبحث أو بالتقريب أو باستكشاف المقابر أو 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 بيحصلوا حاجة اسمها لعنة الفرعونة وفجأة بينتهي كل شيء ونسمع بقى دائما من كده من التور جايدز اللي مات واللي اتحرق واللي اتشارق وحاجات كده يعني هو ده ببساطة موضوع كتابنا النهاردة لكن هو مش واقف عند كده ومش واخد الموضوع بالشكل السطحي ولكن واخده بشكل عميق أكتر رواية أدبية بمراجع علمية النهاردة برحب بضيفي الكاتب محمد سمير وروايته الجديدة الصرخة صباح الفل صباح الفل يا باشي أهلا بحضرتك وبكل متابعين نهارك سعيد ونهار لايف أنت أساسا باحث في التاريخ الإسلامي يعني صحيح يعني وكان أول مؤلف لك وأول كتاب لك كان كتاب في مجال بحثك صحيح وصارع النبلاء صحيح إيه اللي حصل بقى وخلاك فجأة بتبص في الفرعنة والعنتهم لا والله هو الفكرة كلها أنه التاريخ كله يعني تقريبا شديد الترابط والاتساق يعني مش ما فيش فكرة فيه إلا بتلاقيها بتوديك الأفكار تاني الحقيقة أنه أصلا أنا دلوقتي أشغال على يعني بحث طويل جدا لدراسة تاريخ الكرة الأرضية من قبل بدء الخلق لغاية نهاية حياة المسيح بشكل عام وأثناء طريقي طبعا بتقابلني أفكار كتير وبتقابلني حاجات كتير فقابلتني بقى قصة الممياء الصارخة أو الصارخة يعني اللي كانت طبعا بحطر ما بين اسمها الفرعون الصارخ ولا الممياء الصارخة فاخترنا الصارخة كتابل عام يعني طيب بالشكل عام كده إيه هي يعني هل نعتبرها إيه مثلا الرعب نعتبرها سريلر زي ما بقولوا كده أو رواية فيها إثارة نعتبرها إيه هي رواية قائمة يعني على قصة حقيقة وهي فعلا قصة الممياء الصارخة وأما بالنسبة للرعب في الرعب اللي فيها حقيقية يعني أي كلام موجود فيها ده فعلا حصل حصل مع من بقى؟ حصل مع الشخصية بتاعتنا اللي هي نيتاور ابن رمسيس الثالث وهو بطل القصة يعني وهكلم حضرتك عنه يعني بالتفصيل وكل يعني كل جملة موجودة لا ده حصلت فعلا ده فعلا في التاريخ فيه الكلام ده أما بالنسبة للسياق فهو سياق بوليسي مجموعة من الأحاجة والألغاز كلها حقيقية فعلا برضو ما فيش فيها يعني حاجة فيه طبعا جزء خاص بخيالي أنا في خلق البازل أو المشكلة وتتبع البطل في أن يحل الكلام ده الفكرة كلها أن أنا لاحظت أن مثلا كتاب كبار عالميين مثلا زي دامبرون مثلا أما بيجي يعمل حاجة زي لوس تيمبول أو إنفيرنو أو قبلها كان دايما لأنه طبعا جاي من الحضارة الأمريكية فهو ما عندوش عمق تاريخي كبير أوي أوي يقدر يشتغل فيه فبالطلق يروح فين يشتغل في فلورنس في إيطاليا لأنه مش هيلقي يعني أغنى من المجال ده يشتغل فيه فسألت نفسي طب ده أنا عندي حضارة ومترمية الأطراف سبعة تلاف سنة قبل الميلاد ده أقل التكترات فلا أنا عندي شغل أوسح من كده بكتير أقدر أشتغل فيه براحتي جدا 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 وحاجات حقيقية مش هحتاج أن أختلق حاجات بس ده نوع من أنواع كتابة الصعبة جدا لأنه لازم يكون لو أنت هتحتاج بجد لو مش هتتفق مع قارئ اتفاق ضمني إن ده خيال بحث من واقع أو من وحي الحضارة الفرعونية والعالة الفرعونية والكلام ده فأنت كده حطيت نفسك في خانة إن أنت حد ممكن يجي مثلا الباحث أو كده يقول لك الكلام ده مبني على إيه الكلام دوت ليه ما راجع عاملة إزاي إلى أي مدى ممكن يبقى فيه خيال أو لأ في الكتابة صحيح أولا أنا لو ألزمت نفسي في أول الكلام بأن قلت كل اللي موجود في الرواية صحيح ما بقيتش رواية بقيت كتاب الرواية هي خيال صاحبها لكن لما باجي أتكلم عن أحداث تاريخية أنا أخدها هاستلم منها الكلام وهكتب على أساسها ببتدي أشوف إيه المراجع للكلمة عن الموضوع دوان لازم أكون دقيق جدا في كل حاجة حتى في الطلصم اللي موجود اللي أنا حطه على اللي هيبقى على ظهر القتيلة يعني ده طلصم حقيقي مكتوب بلغة قبطية وتراجع بأمونتها الدقائية طب عايز تحكي لنا كده ببساطة لو أنا نهاردة واقف في المكتبة في أي مكتبة بقى مكتبات كبيرة دي وعايز أخد كده ريفيو وحد كده جنبي بيقول لي النواية دي عن كذا هتقول له إيه هقول له إيه هقول له ببساطة شديدة جدا في ممياء اكتشفت في أواخر القرنة 19 اسمها يعني العلماء الممياء الصارخ وكان السبب في كده حاجة غريبة جدا الممياء دي كانت محطوطة في الصندوق الخشب بتاعها كانت شكلها عجيب جدا بتصرخ هي شكلها مفزع وليه بتصرخ الصندوق الملكي اللي كانت فيه معلوش أي نقوش كأنه المقصود نيتوه مع أنه هو صندوق ملكي حتى الممياء اللي جواه ما كانتش ملفوفة في الكتان لا ملفوفة في جلد الماعز وكانت أحشاءها موجودة جواها ما تفضتش الحاجة كانت غريبة جدا بالنسبة للناس اللي اكتشفت الكلام ده وحتى اكتشفها كان بالصدفة البحثة اللي اكتشفها واحد أصلا كان بيرعى غنم وهو ماشي وقعت منه غنم دا حقيقي في علا في مكان مخزن لسرقة الأسار فكان من ضمن الحاجات لما جاءت طبعا المتحف في الوقت دا كان اسمه متحف بولاء والمتحف المصري زمان وراحوا اكتشفوا الممياء دي ونقلوها فعلا لمتحف بولاء اللي هو بعد كده يبقى المتحف المصري بدأ العلماء مش قادرين يفهموا ايه دا مين دا يعني هو الطريقة طريقة فرعونية دا ملك لكن كأنه ملعون فضلت المسألة دي بالنسبة لهم لغز كبير جدا لغاية ما اكتشفوا تلب برديات واربعة ساعدوهم جدا كان فيها طبعا قبليهم بردية اسمها بردية هارس اتكلمت عن حياة رمسيس الثالث وبعدين ظهرت بقى بردية سموها بردية المؤامرة النسائية كل دا بقى وقائع صح كل دا فاقت لها مراجع ولها حاجات موجودة المراجع كلها في آخر الرواية واكتشفوا بعد كده انه لا دا فعلا الفرعون دا هو نيتاور ابن رمسيس الثالث وانه اشترك مع أمه الملكة تية الزوجة الثانية لرمسيس الثالث وقتلوا القب وفعلا رمسيس الثالث مدبوح ميت مقتول فدي كانت الفكرة وكأن دا كان عقاب عقبوبي الكهنة من هنا أنا نساجت الفكرة بتاعتي حوالين الرواية جاريمت قتل بتحصل في زمان دوان في التجمع الثالث في التجمع الخامس وبيكتشفوا ان بنت مقتولة كأن يعني ما تدفنتش في الأرض بعمق لأ دا كأن حد عايز يخلي الناس تلاقيها لقوا على ظهرها طلصة مكتوب بلغة قبطية بمادة سامغل راتنج ودي مادة التحنيط في زمان رمسيس الثالث القصة بعتوا جابوا دكتور كبير عالم مصري أنه مفروض أنه هفك تلاصم القصة لم يوقف يفك تلاصم القصة دي لأن نفسه قدام تلصم مش فهمه مادة حمراء مكتوبة على ظهر البنت والشهة مقتول بنفس الطريقة اللي مات بها الفرعون دايب الوش دايب الجفون دايب الملامح فطبعا كانت وظيفته أنه يكتشف السر ده بيفجأ بعد كده أنه لا بتتوجه له هو تهمة القتل دي لأنه سامغل راتنج اللي موجود على ظهر البنت ده هو تقريبا الوحيد في مصر اللي بيستورده لأنه قايم على أبحاث التحنيط والحاجة الثانية أنه هو من الندرين جدا اللي يعرفوا اللغة دي والحاجة الثالثة بقى أنه هم لقوا بصمتها ملابسها في بيته مع أنه عمره ما شافها قابليها بليلة بالضبط هو قاعد في مكتبه بيشتغل على الأبحاث بتاعته وبيفاجأ بأنهما بيقولوا لا ده ملابسها موجودة فوضة نومك وبصمتها في سريرك بيتطار طبعا أنه هو يهرب لازم يفك التلصم ده عشان يزبط أنه مش هو اللي عمل ده وبيبتدي بقى أحد أسر رواي بيتطدي أحد أسر رواي كله ده حرسة ما دقناش كله ده بيحكي ده ومصر مرحيم يعني لسه بيبتدي لسه مقاعد لسه مقاعد لازم يفك التلصم لازم يفك التلصم طيب احكيني كده يعني النوع ده من النوع كتابة زي ما أنت قلتوا بالطالب أنت ذكرت دعم براون يعني فيه ناس كثيرة جدا كتبوا في الموضوع دوت أو في المجال الكتابة بشكل عام وتميزوا كده في عالم مستوى العالم وفي مصر إزاي دي تتجاهز نفسك مبدئيا كتابة بالطريقة دي ثم المنفسة ومقارنة صحيح الكلام ده صحيح بس هو فيه عدة عوامل في المسألة دي العمل الأولاني هو أن أنت تبقى الأول مذاكر كويس أول مذاكر كويس أول وعارف أنت شغال فين وعارف أنت مذاكر كويس وعارف أنت شغال فين وعارف أنت إيه المراجع بتاعتك اللي هتشتغل عليها الحقبة التاريخية اللي هتدرسها كل التفاصيل دي انت المفروض تبقى عارفها وانت بتجهز لشغلك دي نقطة النقطة التانية ما تحاولش تقلت حد عشان خطر التقليد هيخليك في محط مقارنة مش عادلة لأنه مثلا دان براون في اليوم الأولاني من الوست سيمبل باع ستة مليون نسخين فالفكرة كلها أنت ما تحطش نفسك في مقارنة بأن أنت تقلت حد التاريخ الفرعوني غني جدا أو حتى التاريخ عموما سري قوي فأنت تقدر تبص براحتك وتجيب مادة وتجيب موضوع تذكره كويس وتذكر عليه كويس وتجمع الداتة بتاعته كويس تشتغل على الرواية بتاعتك وقت طويل جدا جدا تحضر لها تشوف الناس اللي قبلك كتبت إزاي ما تحاولش تقلت حد تشتغل بالطبيعة خاصة بك وكمان أنا كنت حارس جدا من نظر البيئة المصرية يعني أظهر مصر مش أظهر يعني أنا مش بحتاجة استورد حكاية تاريخية من حد لا أنا تاريخي كتير قوي فأنا لا أنا عايز أتكلم عني أنا عايز أتكلم عن مصر أنا عندي الغاز وأحاجي لو كتبت عن الهرم ده هكتب بعشرين مجلد طبعا عندي سؤال ليه تفتكر أنه الأجانب زي ما أنت قلت أو يعني الكتاب العالميين من منهم دان براون وغيرهم يعني أو حتى صاد يعني الأفلام لما بيجوا يستخدموا الحضارة الفرعونية كوحي لأعمالهم بتبقى بصراحة هم شطار أو في الحكاية دي بس في نفس الوقت هم ساعات كتيرة جدا بيبقى فيه مغلطات راهبة وبيبقى فيه شطح في الخيال ساعات كتيرة جدا بيكون بيدر بالشكل وبأساطرنا ومش بينفعها بس التنفيذة اللي بيبقى عبقاري ليه شايف أنه يعني هم عارفين يعملوا الحكاية دي الفرنسويين كمين بيعرفوا عمال الحكاية دي كويسة عشان جزء كبير جدا من الاكتشافات بتاعتنا الفرعونية أصلا هم اللي اكتشفوها يعني اللي اكتشف مكبرة توتا عرخ أمون هاورد كارتر هي دي الفكرة أنه هم زاكروا كويس قوي من أيام شام بليون لما فكر موس حجر رشيد وابتدى أنه بهر العالم حضارة دي ويغوصوا جدا فيها ويشأوها كمان لأن انت بتكلمهم عن التاريخ العالم مرة كنت في السفارة الإيطالية كان عندي محاضرة ناجر وقابلت الملحق الثقافي فلقيتوا بيتكلمني عن أنه هم بيدرسوا في إيطاليا تاريخ رمسيس الثاني ومعهد تقادش فبقولوا طب ده مش تاريخك انت لئك بتدرس كده قال لي لا ده مش تاريخ ده تاريخ الدنيا ده تاريخ العالم ده مش ملك بتاعك انت لوحدك العالم كله لازم يدرس زي الحضارة الإغريقية زي الحضارة الإغريقية بس حتى ولو فهي برضو محدودة جدا في الزمن لكن حضارك بتتكلم في حضارة مترامية الأطراف أقل حاجة 7000 سنة قبل المياد ده وإحنا تكلمنا يعني على تقديرات بسيطة فأنت صنعت العالم وصنعت الحضارة وصنعت الدولة قبل العالم كله فلذلك انت بتشغال في مصرح لوحدك هم بيجوا دلوقتي يقلدوك يجي يشتغلوا عليك ليه بقى بيحتاج أحيانا أنه يغير الوقع التاريخية الحقيقية عدة اعتبارات منها طبعا أنه هم بيحاولوا أحيان كتير يصدروا فكرة أن الأهرامات لا مش بنوها المصريين لا ده بنوها اليهود ريكانوا موجودين مستعبدي وإكسدس هو أخر عمل يتكلم في القصة أه وإكسدس طبعا وإكسدس دوكسة الواحد والفكرة اللي هم عايزين يصدروا هالله لكن طبعا الكلام ده أثبات العالم كلهم بصحيح هم نفسهم طيب هو في لعنة فراعنة ودلقا من الآخر كلام كده يعني آخر كلام آخر كلام والله أنا قناعتي الشخصية تختلف عن يعني أنا والحضرت لعنة الفراعنة أكيد على فكت على فكت لعنة الفراعنة ظهرت أصلا بعد اكتشاف هاورد كارتر لمكبرة توت عانخي أمون الكلام ده 1922 والعجيب جدا أن الطقم اللي ارتلح كله عشان خاطر يكتشف في المكبرة دي أمكانوا أربعين عامل غير هاورد كارتر وغير الرجل اللي هو كان فيه اللي هو اللورد اللي تكلف بمصاريف البعصة دي الغريب جدا أنه الشخص اللي تكلف بالفلوس دي اللورد ده مات في يوم الاحتفال بالاكتشاف ده بحاجة غريبة جدا وكان بيحلق دقنه وأرسيته نموسة فأوصيب بحمة عجيبة جدا ومات في نفس في الميدنايت في الليلة دي وأظلامت القاهرة تماما تماما أي بيوت كانت من وراء أظلامت تماما العجيب ده أنه كل اللي قاموا على عملية التنقيب ماتوا بحمة شبيهة بداء وحاجات عجيبة الشكل عجيبة فعلا لدرجة أنه ذكرت أحد الكتب اللي اتكلمت عن لعنة الفرعنة أنه أنه التابوت الملكي اللي كانت نقل لفرنسا في سنة 72 عشر خضر يصوروا يعملوا عنه يعني عرض في متحف اللوفرينيك وهم بيقلوا الطيار بيتكلم يعني فبيقولهم أنا الآن ضرب التابوت برجله وقال أنه بضرب أكبر تحفة في التاريخ وقته قليل جدا بعد الرحلة دي انهار السلم تحت رجله بدون قصده وتكسرت رجله وقعت خمس سنين في الجبس الفكرة كلها خمس سنين في الجبس جسمه كله متجبس لأنه هو نهار من دور عالي ليه خمس سنين في الجبس نهار من دور عالي يعيني حتى أقولك أن بعض الناس زميله اللي كانوا قاعدوا على التابوت كلهم أصابوا يعني دايما تقول كده أمراض عجيبة طب نهو ماشي محددنا فضت المسألة في المسألة يزور محيرة تعرب واللي بيتشقلب واللي مش عارف ايه ماشي ايه بقى ايه الحقيقة العلمية ايه علم بيقول إن في بكتريا موجودة في المقابر دي بسبب الزمن الطويل جدا لهم خمس تلاف سنة أو أربعة تلاف سنة فطبعا في بكتريا بتنمو في الأماكن الرطبة اللي بالشكل ده كمان الكهنة احنا ماينفعش نغفل دورهم والسحر كان جزء كبير جدا من الحضارة المصري القديمة كان سحر أسود وكده السحر عموما كان موجود ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قال على السحر لما جم قدام سيدنا موسى وجاءوا بسحر عظيم فلا سحر ومش بس سحر سحر عظيم لأ السحر كان موجود في الحضارة الفرعونية القديمة وكان عامل مهم جدا ومش أدل من إنك تقف قدام الأهرامات وتقف مستحيل دي يكون تبنى بسهولة دي مسألة في منطقة تعقيد يعني إنت قدام منشآت المصريين القدماء فعلا فعلا عادة العالم فلا هم بيقولوا بكتريا أنا بشوف أن المسألة أبعد سنة من البكتريا يعني ما باملش أنها تكون مسألة علمية بعد لا أعتقد المسألة لها بعدتين ماش دعوة بقى مصر بقى هم بقى يقولوا ما يقولوش تطلع بكتريا يطلع سحر ماش دعوة خليهم في حال ده وخليهم في مقابرهم وإحنا ماش دعوة أنا بحييك وبجد يعني أنا بحيي أن أنت كاروائي أو يعني ككاتب وكاروائي مصري قرارة من أنت زي ما أنت قلت محترمة جدا حبيت أنت تتلقل ده من خلال رواية برضو مشوقة وكل الحاجات يعني الصرخة هي روايتنا النهاردة كانت أنا بشكر تاني ديفي النهاردة كاتب محمد سامير وبهينيك وإن شاء الله نتكلم معك بقى وإنت بتعمل طبعة الثمانية أو الثمانين ألف ربنا يبارك فيك يا رب وشكرا وشكرا لكل متابعين نهارك سحيد نورت الصباح الخير لسا معكم مشاهدينا ومن الثقافة هنروح على الأمن طبعا الوضع الأمني في سيناء ويمكن الوضع الأمني في سيناء هو مش بس للشك الأمني فيه أيضا شك مهم جدا وهو شك المدنيين وشك العلاج وشك المتابعة الصحية للضحايا وللمصابين هناك هل هناك ما يكفي للمتابعة هل هناك ما يكفي للحفاظ على الحياة الأدمية لأيا كان من ينقى يعني هقول بيجيضح سواء من جنودنا أو سواء حتى من الناس اللي بتروح خليكم معنا